اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 هدينا هدينا فيما يخص المدير الفني المنتخب مصر هدينا زي ما قلت لكم من يومين طبيعي جدا انه اي اعلان عن مدير فني جديد لأي منتخب في العالم بيبقى في حالة جدل ناس مؤيدة ناس رفضة ناس شايفة انه كان فيه افضل ناس شايفة انه كان فيه ناس تستحق ناس شايفة ومؤيدة للي موجود واللي جيه بس الاهم اللي بنفضل نقوله ونعيده ونزيده ونفضل نكرره انه المسندة مطلوبة المسندة مهمة المسندة عامل اساسي لنجاح اي شخص في الكوكب في الكون في اي شغل لو ما لقيتش مسندة ودعم وناس بتقولك انت تقدر انت تعرف انت تستطيع انت مؤهل انك تشتغل الشغلان ديت هتقدر تنجح لو ما لقيتش الناس دي هيبقى عندك مشكلة حتى لو انت مميز وحتى لو انت كفة وبالتالي الكابتن ايهاب جلال الان هو المدير الفني لمنتخب مصر اسمه المدير الفني لمنتخب مصر واي حد هيبقى اسمه او لقبه المدير الفني لمنتخب مصر هيبقى ليه دعم كامل وهيحصل له كل المسندة اللي في الدنيا ده ببساطة شديدة بس احنا كلنا محتاجين نهيأ للراجل ظروف صحيحة للعمل وقلت لكم الكلام ده اول امبارح وامبارح ان الظروف الصحيحة دي انه يبقى فيه مسابقة منتظمة انه يبقى فيه قطاع ناشئين محترم انه يبقى فيه اندية بتحب المنتخب بتساعد المنتخب بتساند المنتخب ما تبصش بس على مصلحتها كل الاندية بطبيعة الحال بتبص على مصلحتها عشان عندهم جماهير عريضة وكبيرة بس احنا كلنا بنشتغل عشان منتخب مصر كلنا بنشتغل عشان منتخب مصر وكون انه ما فيش احتراف يعني انا اقولك حاجة ممكن في السنغال في كوديفوار ما عندهمش اندية كبيرة بتنافس مسلا على البطولات الافريقية وبالتالي وبالتالي لعبتهم اللي بيشاركوا مع المنتخبات بتاعتهم موجودين في اوروبا فساعتها النادي ما بيبقاش ليه علاقة بالمنتخب اوش هو كده ما بيديش للمنتخب لعبين كده كان اللاعبين اللي موجودين في اوروبا هم اللي بيدعموا المنتخب لكن احنا مش ما عندناش محترفين في اوروبا بقى عندنا مسئولية ضمنية الأندية الكبيرة اللي هي مسئولية كبيرة اللي هي موطنية عظيمة ان هم يساعدوا هيساعدوا ازاي اه يعني انت عايز الأندية دي تساعد ازاي تساعد انها تحافظ على المسابقة ما تضغطش ما تقودش تقول عايزين نعجل المطش الفلاني والمطش التاني والمطش التالت يحافظوا على المسابقة ده واحد اتنين ان هم يجهزوا لعبيهم بشكل محترم في تكتيك محترم بمدربين كبار عشان لما يروحوا للمنتخب ان شاء الله يبقوا مؤهلين هم يلعبوا منتخب كبير زي منتخب مصر في تفاصيل كثيرة وعديدة هتكلم فيها مع حضراتكم النهاردة وهتكلم على فكرة اختيار الكابتن اهاب جلال اهاب جلال من المدربين اللي بيحبوا لعبوا كرة هجومية من المدربين اللي بيحبوا يلعبوا كرة هجومية بس ازا حركة تعرف ان ده لي تمن من دلوقتي بقوله لك اهو ده لي تمن الكرة الهجومية ممكن تلاقي نفسك بتلعب مباريات عظيمة وكبيرة وبتسجل اهداف كثيرة في مباريات كبيرة جدا وصعبة انا مثلا من مدرسة الكرة الدفاعية انا من المدرسة اللي بتقول ان الدفاع خير وسائل الهجوم مش من مدرسة اللي بتقول الهجوم خير وسائل الدفاع ادفع كويس جدا واختب جول اكسب المباراة احسن ما روح اهاجم واخد المخاطرة ويخش في اهداف بس كل واحد حسب امكانياته كل منتخب وفريق في العالم حسب امكانياته الكابتن اهاب جلال اكيد مدرب كبير ورائع ويفاهم كويس جدا منتخب مصر وقيمة منتخب مصر وتفاصيل دقيقة جدا في كل المباراة وكل النتائج هنكلم اقطع عن الكابتن اهاب جلال وهنكلم كمان عن مباراة دولة ابطال اوروبا امس واول امس مع صديقنا العزيز المميز دوما مروان شفعي بعد هذا الفاصل خليكم معنا يا انا بحضراتكم مرة اخرى يشرفني وينورني في هذه الفقرة الصديق العزيز المميز دوما مروان شفعي الحديث عن الكابتن اهاب جلال وطرق الفنية اذا نقدر نستفيد به مع منتخب مصر والتأكيد الحديث مع مروان اكيد هيكون على مباراة دولة ابطال اوروبا امس واول امس مروان مشرف ومنور دايما بافرح بوجودك والله خليك انا دايما بباسعيدنا انا بعلك حافي perm Lane الحمد لله كله زي hay common طيب هتخش في الموضوع على طاق اول سؤال ايه اللي هيفرق الكابتن اهاب جلال عن كارلوس كيروش اكيد كله مدرب وليه طريقته كله مدرب وليه اسلوبه هنشوف ايه من الكابتن اهاب جلال ما اشفناهش مع كارلوس كيروش او مش هنشوف ايه ما Liquid C.C. طيب خلينا انتفى على حاجة أن هما مدرستين مختلفتين تمام لو اسمح لي في الأول أقول أنه أنا بوجه تحية يعني هو ممكن ما يسمعهاش لكن كارلوس كيروش مدرب كبير جدا جا في فترة قصيرة جدا عمل بالنسبة لنجاحات فقط توقعاتي في دليل على المباريات والبطولات اللي شارك فيها لكنها في فترة انتهت كل الدعم طبعا لكابتن إيهاب لكن كابتن إيهاب كرته مختلفة عن كارلوس كيروش في ايه؟ أي مدربة كريمة عشان تعرف هو بيفكر إيه؟ لازم تسأل نفسك سؤالين هو بيستخلص الكورة فين؟ ولما بيستخلصها بيعمل بيها إيه؟ صعب كارلوس كيروش بيستخلص الكورة في نص الملعب يعني دايما مثلا لو الفريل المنافس بيبقى ضغطه هنا هو دايما بيحب أنه هو ينزل تحت الكورة ودايما أنه هو يستخلص في حاجة اسمها الميت بلوك أو في التلت الأوسط من الملعب أو حتى التلت الأخير من الملعب في بعض المباريات لما مضغوط ده بيستوي على إيه؟ إن الوينجرز يبقى ليهم أدوار دفاعية إن ثلاثي نص الملعب يبقوا زي ما بنشوف دايناميك واحد منهم بيلعب ستة واثنين تمانية لكن الاثنين التمانية عندهم قدرات إن هما يبدلوا مع بعض فتلاقي كان حمدي فتح ييجي إنني ييجي عمر السلية ييجي يبقى فيه ديناميكية في مركز نيمرا ستة علشان يقدر يسد المكان ده برضو بيتطلب عليه اللعيب نيمرا ستة يقدر إن هو يغطي كثالث سنتر باك مع الاثنين اللي بيلعب بيتوجب عليه لما يستخلص بقى الكرة يعمل بها إيه؟ يلعب على التحولات على واحد من أفضل اللعيبة في العالم اللي هي بتعمل التحولات اللي هو محمد صلاح يأما عن طريق الكرة الطولية من عمر السلية يأما عن طريق الترانزيشن أو التحول على واحد من نص الملعب اللي بيطلع تريزي جي وتريزي جي يدخل في عمق الملعب وبعدين تدي مساحة لفتوح طب ده كالوس كيروش لا الراجل اللي بيشتغل على الميت بلوك أو بيشتغل على استخلاص الكرة في التلت الأخير من الملعب ملعبه هو وبيلعب على التحولات الوجومية كابتل نهايب جلال مختلف تماما كابتل نهايب جلال عايز استخلص الكرة من تلت الأخير للمنافس ده بيتطلب نوعية لعيبة مختلفة بيتطلب استراتيجية مختلفة في الديفنس وبيتطلب استراتيجية مختلفة في الضغط لأن انت عشان تروح تضغط على منافس بالشكل العالي ده دايما بترحل خطوطك ما ينفعش تروح تضغط بخط الهجوم وتسيب الفروقات تكون واسعة ما بين خطوط الدفاع وخطوط الهجوم لازم تقرب بتاخد خطوط كلها وتروح بيها القدار بتروح تضغط بخطوطك كلها لما بتضغط بخطوطك كلها يا كريم بيحصل عملية ايه؟ عملية ان انت بتلعب بخط هاي لاين او بتلعب بخط دفاع متقدم خط الدفاع المتقدم خصائص اللعيبة اللي بتلعب فيه مختلفة عن خصائص اللعيبة اللي بتلعب بخط دفاع متأخر يمكن في خط الدفاع المتأخر انا محتاج لعيبة طويلة بتلعب براسها كويس بتعرف تدايق المساحات وتاخد الكور في المناطق الدايقة اما في المناطق الواسعة بسم الله الرحمن الرحيم عايز ناس سريعة سريعة ناس بتجري تقدر ان هي لو الكورة تضربت روحت اتنين على اتنين او واحد على واحد في اسبق سرعة ده يقدر ان هو يروح ياخد الكورة بتتطلب ايه تاني بتتطلب ان انا ده يبقى بولر يبقى بيقدر ان هو ياخد الكورة كده ويقدر ان هو يقطع بيها مسافات ويطلع الكورة يسلمها للباكات ويرجع بيها يسلمها للسنتر باك اللي جنبه وهكذا فخصائص اللعيبة مختلفة على فكرة في حاجة هقولها ممكن تكون غريبة الاتنين بلعب اربعة ثلاثة ثلاثة باربعة ثلاثة ثلاثة جماعة لا دفعية ولا هي هجومية هي طريقة بتتطلب الرصة مختلفة عن الخصائص اللي مدرب واسلوبه بزبط يعني انت ممكن تلعب اربعة ثلاثة ثلاثة بطريقة هجومية جدا جدا زي ما ليفربورد بيعمل بزبط او تلعب اربعة ثلاثة زي اتلتكو مدريد او ريال مدريد بزبط فخصائصهم مختلفة تمام اللي احنا نتوقعه من كابتن ايهاب جلال في الفترة الجاية في حيث الاسامي اللي ممكن تنضم هنشوف اللي ممكن كابتن ايهاب جلال ما يعتمدش على العيبة قوية دفاعيا على قد ما تكون بتعرف تخرج بالكورة يعني انا ممكن تتوقع ما تلاقيش واحد مدافع ياخد تسعة من عشرة في سكيلز المدافع على قد ما يقدر ياخد سبعة من عشرة كمدافع وياخد سبعة من عشرة نوه يعرف كيف يخرج بالكورة ممكن تلاقي احمد ياسين بيرجع تاني للمنتخب اللي دخله كارلوس كيراش ليه هو ممكن مش مدافع قوي زي الوينش مش مدافع قوي زي ياسر ابراهيم لكن هو كورته على الارض افضل من دور اه يعني انت بتقول لي مثلا ممكن لو ياسر ابراهيم كان ليه بعض الادوار مع كارلوس كيروش في الفترة الاخيرة ممكن ما يبقاش ليه دور مع كابتن ايهاب جلال محمد عبد بنيم مثلا المدافعين يبقى في طلعه بالكورة ده هيبقى ليه دور كبير جدا ايما اشرف شوية بقى في طلع بالكورة كويس الوينش يعني ممكن بنسبة اقل ولكن الوينش اكيد بالزبط مفيش غينة عنه في خط الدفاع بس انت بتقول انه اهم حاجة بالنسبة له التلوع بالكورة حتى حارس المرمى بالنسبة له لازم يكون بيعاب كورة انت ممكن يبقى حارس المرمى انت شايف ان محمد شناو ممكن يبقى حارس المرمى محمد شناو بيطلع بالكورة كويس بس لو هو شايفه انه ما بيطلعش كويس ممكن ما يلعبش زي ايدرسون مثلا عشان بيطلع بالكورة كويس يبقى اقل شوية من حلوس اخرين عشان بيطلع بالكورة كويس انا معي في نقطة كمان في نص الملعب لعيبة نص الملعب لو جينا بصينا مثلا على التجربة الاخيرة تجربة بيرامدز الراجل بيلعب بمين بيلعب بكارتي بيلعب بعبدالله السعيد بيلعب دونجا التلاتة مختلفين عن بعض عكس التلاتة اللي كانوا بيلعبوا في منتخب مصر حمدي انني عمر التلاتة متشابهين واقرب زي ما قلتلك قبل كده للعيب نمرة ستة لكن السلاسي اللي بيلعب في بيرامدز وليد كارتي او عبدالله او دونجا التلاتة مختلفين دونجا اللي بيقدر بصير وعبدالله اللي بيقدر يروح في مساحات التمنتاشر ويسدد على المرمى فده اللي حنلاقيه مع كابتن إعاب جلال بالمناسبة انت فكرتني بحاجة كابتن إعاب جلال حتى مع بعض تزابزب احيانا في المستوى اللي شريف إكرامي مع بيرامدز وحيانا بيلعب بيالعب بيالطول عشان الجزئية دي انه شريف من اللاعبين حتى لو عنده أخطاء طبعا كل الناس عندها أخطاء بس من الحراس اللي بيعرفوا يلعبوا كرة وبيتلعبوا كرة بشكل كويس فممكن تلاقي شريف إكرامي موجود فأول ما أسكر ما تستغربش ممكن مستوى يبقى فيه بعض الاهتزاز بس هيبقى موجود في المنطق في نقطة تانية برضو كريم طب عملية الضغط تخيل إن الفريق المنافس مع الكرة أنا بشوف فكر كابتن إهاب جلال على طول هو عايز يستخلص الكرة من التلت الأخير من الملعب طب إذا كابتن إهاب جلال قرر إنه هو يروح يستخلص في التلت الأخير من الملعب واللاين الأولاني اللي هو مثلا متكون من صلاح ومسلا نقول مصطفى محمد وتريزيجيه السلاسي الهجومي اتضرب إلا هيحصل حاجة اسمها كاونتر بريس أو الضغط العكسي الضغط العكسي ده هو استرداد الكرة في المنطقة اللي انت مقدرتش تسترجع منها يعني الكرة تضربت بيها هنا تروح على طول تعمل زي ليفر بول تروح تعمل كاونتر بريس طب ده هيتطلب إيه هيتطلب مجهودات بدنية قوية جدا 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 وطريقة لعب مختلفة عن طريقة لعب منتخب مصر سواء مع هيكتور كوبر سواء كابتن حسام البدري أو سواء مع كارلوس كيراش فلازم يا جماعة نستنى نصبر بقى على الراجل ده ده انت قلت أهم جملك آه لازم نصبر كتير لأنه كابتن إيهاب جلال من المدربين اللي يتصبر عليهم لازم يتصبر عليهم عشان يطبق اللي انت شايفه ده أو اللي مروان بيقوله ده لازم تصبر يعني ما تجيش من أول مباراة تقول ايه ده ده احنا معرفناش نهاجم ده احنا معرفناش ندافع ده احنا دخل فينا أهداف لو انت عايز تشوف شغل محترم من الكابتن إيهاب جلال لابد من الصبر ودخل لعبين كتير كابتن إيهاب جلال هيعتمد على مجموعة يعني ما تستغربش قوي لو لقيت كابتن إيهاب جلال طول فطرته مع منتخب مصر بيعتمد على مجموعة معينها شغل بيحتاج تحفيز أي وقت والتحفيز ده عايز وقت وانت مدرب منتخب كماش مدرب فرقة وما فيش وقت اللي انت تتاخد معسكرات طويلة الفرق اللي بتلعب دي بتاخد فترات طويلة قوي علشان تنجح بس كابتن إيهاب جلال لو قرر يطبق اللي في دماغه ويدينا له الوقت حينجح بالشكل ده لو قرر كابتن إيهاب جلال لضيق الوقت أو للضغوطات إنه هو يتخلى عن فكره ويلجأ لفكر آخر يبقى الموضوع مش هيبقى في الاتجاه الصحيح من وجهة نظره هو كابتن إيهاب جلال عشان ينجح لازه يطبق وجهة نظره ويطبق أفكاره في الملعب بس أنا أنا أقول لك الألم منه بصراحة شديد يعني إنت أقولت دوت في الناحية الهجومية واسطخلاص الكرة شكله حلو وإحنا عايزينه وعلى البورد دي يتعامل بسهولة بسطبت في الملعب بس في الواقع مع منتخبات كبيرة وعندهم مهارات وشغل احترافي كبير لو نقل عليه كورتين يعني إنت لو الضغط ما عملتوش بشكل مثالي وضغط عليه كورتين تلاتة ووصل الكرة الأمام هتلاقي هدف كتير وهي عملية الترحيل يا كريم يعني لو بسرعة نعمل لقطة بس لكنها لقطة تخيل هنا باللعب السنغال تاني نقابلهم تاني في أفراقيا ونخسرهم المراضي إن شاء الله وعملية الترحيل هي رقم واحد واثنين وثلاثة في فكرة أن أنت تستخلص الكرة بمعنى إيه؟ بمعنى أن دايماً الراجل اللي المارك ده لازم يكون عامل في الضغط حاجة اسمها شادو يعني هي شادو يعني وهو بمارك هنا لازم يكون بيجي بيضغط بشكل معين علشان يقفل الزاوية على الراجل ده فيجبر الراجل ده السنتر باك إن هو يروح هنا تلاقي السنتر باك السنتر باك ده مضغوط عليه برأس حربة الرأس حربة ده بيضغط بعملية حاجة اسمها كورلدران أو جارية لها كيرف معين علشان يعمل شادو على لعيب نص الملعب فيوجهه للنقطة دي لما توجه الكرة من الراجل ده للرايد باك تبدأ هنا عملية الضغط العالي المتزنة ليه؟ لإن أنت زنقت عليه بلاين وزنقت عليه بلاعب وزنقت عليه بلاعيب نص ملعب هنا عملية الترحيل تيجي بقى اتنين على واحد عملية الترحيل اللي أنت تبدأ تمسك فعملية الترحيل دي محتاجة وقت للتحفيز والشغل بس وقت للتحفيز هاي برضو عارف أنا عملا فكر فيه دلوقتي من ليفربول ومن أحسن فرقة طبعا أحسن فرقة اللي بتعمل كل اللي أنت بتقوله ده هو أحسن فرقة في العالم بتعمل كل اللي أنت بتقوله ده تحديدا في ترحيلة اربعة ترحيلة ترحيلة بس ساعاته هم نفعل ريفربول يقولك إيه؟ هم ليه عندهم مشاكل دفاعية ليه بيبقى عندهم هجمات مرتدة وفي نقصان في العدد وورا في الدفاع طبعا فيه فاندايك فبيخلص الكسر بس الفكرة انه تمن ده ان فيه كرات هتطلع عليك طبيعي فلابد أن نتحمل هذه الأمور تحمل يوجد كرة حلوة وممتعة وهجومية من غير تمن ولازم تتحمل النتيجة التي تكسبها مع كارلوس كراش اللي هي الواحد سفر أو الاتنين سفر ودايما سفر دايما كلينشيت في أغلب مطشطنا مع كارلوس كراش كلينشيت لا مع كابت النهائب انت ممكن تكسب تلاتة اتنين على فكرة ممكن تكسب اربعة اتنين ممكن تسجل لكن حتستقبل لأن الكرة دي زي ما انت قلت لها تاما لازم تدفعه لو ما دفعتوش وفضلت انت بتلعب على البلوك الدفاعي اللي انا عن نفسي انا بحبه يعني انا عن نفسي بحب اللعب اللي يستخلص الكرة في تلتي ملعبي بلعب على التحولات انا مؤمن من النظرات الجديدة في كرة القدم الدفاع خير وسائل شو زي مورينيو انت بتحبه وانا بحبه قال الكرة القدم لعب التحولات هي اللعبة عبارة عن ترانزيشنز لما بقطع الكرة بتحول بسرعة جيب جون لما الكرة بتتقطع مني بتحول سريعا في الدفاع لكن كابتن اياب ممكن يكون افكاره مختلفة لكن الفترة الجاية محتاج لعيبة تقدر تطبق افكاره طيب نسيب بقى الكابتن اياب جلاله كل التوفيلي إن شاء الله ونروح ليه دورة عبطال اوروبا مباراة في منتهى القصارة طبعا بما اننا بنتكلم في مباراة في منتهى القصارة فلازم ابدأ معاك بريال مدريد فالقال انت بتحبها ريال مدريد عمل مفاجئة غريبة جدا او بلاش ريال مدريد هو اللي عمل المفاجئة شلسي اللي عمل المفاجئة شلسي في برنابيو يكسب 3-0 زي مباراة الزهاب اللي كان كسبها ريال مدريد 3-1 ويقدر ريال مدريد في ديئة 80 يسجل هدف بيأسست خرافي لوكا مودريتش خرافي يعني سبحان الله احنا دائما نتكلم على الهدف الخرافي بس ده أسسته خرافي وش رجل خارجي امتياز فهيقدر يعوض النتيجة في المباراة يبقى 3-1-3-1 زي مباراة الزهاب ويسجل بتزيمة هدف الفوز انا مش قادر اشيط بالريال ومش قادر انتقده بس الريال غريب يعني مش مضموء فرقة مش مضموء لا او مش مضموء على فترة من زمان يعني لو نرجع بالتاريخ كده مع زيدان اللي هي من اقوى الفترات ريال مدريد رح كسب يوفينتوس 3-0 ورونالدو جاب الجون الخرافي اللي هو الباكورد وبعدين رجع تقبل 3 أهداف من يوفينتوس وكان خسران للديئة 93 لحد ما تحسبت البنالتي وكريستيانو ريجا والمفاجأة الكبرى اللي بتبين ان اللي حصل لريال مدريد طبيعي فوجة نظري في الكرة الأوروبية هو اللي حصل مع بارني ميونخ ومن يقول ان بارني ميونخ تخرج من فيا ريال على ملعبها في الألين زارينا وهي خسران 1-0 بس في أسبانيا فدايما الفريق اللي هو بيبقى خسران في ملعبه بالذات بيبقى مجروح في كبرياء الكوروي فبيبقى عايز يروح أول 45 ديئة دول بيطلع كل الغل في الكورة فانت لو معرفتش تحجم الكبرياء اللي عنده في الملعب ان انت ما تستقبلش أهداف هتعاني وريال مدريد عانى بشكل بي الريال كل ما بيجي يلعب أربعة في النص رغم ان الأربعة في النص دول أربعة أسماء كبيرة بيبقى فيه خلل كبير جدا في وسط الملعب وفي الدفاع وفي كل حاجة حيث ان فكرة انشلطي في الطريقة في المجموعة دول الأربعة اللي بيطلعب في نص الملعب فيها مشكلة انت لا تقول لي ايه المشكلة فالفيردي وكاسيميرو ومودريدش وكروس بيبقى فيه مشكلة دايما ايه المشكلة؟ عملية الضغط ان انت لما بتلعب أربعة في نص الملعب بيبقى قدام بنزيمة وفينيسيوس صح قدام أربعة مدفعين فالأربعة مدفعين بيتلعبوا الكرة بسهولة فخط الدفاع الأولاني ده بتاع ريال مدريد دايما مضروب بتبدأ ان انت تبدأ تدافع من الخط التاني خلي بالك ان الخط التاني ده فيه كاسيميرو وكروس معدلاتهم البدنية طبعا مع مودر شلو 36 سنة مش أعلى حاجة ففيه فالفيردي بس وفالفيردي بيلعب على ناحية كرفخال اللي هو مش في أفضل مستوياته فتلاقي كرفخال على طول ضامم لقلب الملعب وفالفيردي بيساعده على الباك فتحس ان ريال مدريد بيلعب بخمسة ثلاثة اتنين فدايما الحتة الناحية الشمال اللي هي عند المنافس اللي هي ناحية اليمين عند ريال مدريد بيخرجوا منها بالكرة بسهولة جدا هي ناحية ماركوس ألونسو اللي كان منها كل الخطورة في مارشة شلسي يوم الثلاث فدي مشكلة ريال مدريد طب ايه حلها حلها ان فالفيردي الأدوار المركبة اللي بيعملها ما تبقاش بس في النواحي الهجومية لازم فالفيردي وهو بيلعب رابع يزقه قدام أكينه ثالث فيقفل قدامك انه بيلعب وينجر ده اللي بيعملها رودريجو وهنا خلاص فيريال أقصى بايرون ميونيخ في مفاجأة كبرى وفيريال أقصى وفينتوس قبل بايرون ميونيخ كمان وفيريال هيواجه ليفربول ليفربول حسم مباراة بنفيكا الأولى وتعادل في مباراة الأمس 3-3 بدون صلاح ومانيكا السين لكن صلاح نازل في الشوت التاني حاسس ان البطولة قريبة لليفربول سهلة ممكن في المتناول انا عايف انت من نسبالك عزي رمي دي اللي يكسر بس انا عايفين ليفربول اللي يكسر وانا عايف التبسط للمسا دي هي مش سهلة طبعا ما فيش بطول تنفيذ جزا بس اه في المتناول اسهل من الدوري في ايده منافسه بنفيكا وقبلها إنتر ميلان وبعدها فيا ريال مش المنافسين الاقوى او الاصعب اللي يعملوا مشاكل فبشوف ان لأ ليفربول عنده فرصة عظيمة جدا وكلوب من المدربين اللي يعني ما بتقللش احترامهم للمنافس مهما كان اسمه عكس اللي عملوا ناجلز من مثلا وقلل من احترام فيا ريال بس لازم ببعده ليفربول يقلق من فيا ريال طبعا لازم يقلق من فيا ريال مع امري هنا امري عاملين اداء رائع جدا يكفل نقطوكس اليو في وتوكس باير ميل عملاقين نعمالكة اوروبا طبعا لكن ليفربول اعتقد ان هي ممكن تباليها طريق في الفاينل سيتم بارح كان على وشك على وشك انه يخش فيه هدف ملات لكم ملات لكم عمل مباراة جبيلة تحديدا في الشوت التاني مباراة مصيرة جدا وكان فيها شوات خناقات في الاخر ولكن ادل منشار سيتي بمباراة زيب بهدف كيفين دي براين انه يسعد لي نسوه ده السؤال اللي على طول لها نفسي افهمه انت مدام انت قادر يا سيميوني تلعب ربع ساعة او تلسع الهجومية الجبارة وعندك سوارز وكراسكو وكونيا وجواو فيليكس وجريزمان ليه بترجع دايما تلعب دفاع بس مستميت يعني حتى مش بتلعب عالتحولات اقول لك ليه ليه مفيش نظر للتحولات بس ما تبقتش اتليتكم مدريد في الدول الاسباني السندي اوش اتليتكم عنده مأساويات في الدفاع الناس مش عايش على سيميوني زمان بس عشان هو السندي تحديدا قرر يلعب كرة هجمية زمان تبتقول كده وقرر يلعب بطرق مختلفة وقرر يفتح لعب خسر بالفرق الصغير خسر ودفاع دفاع سيء جدا فهو قال لك لا ارجع لتالي انا سيميوني بتاع الدفاع جماعة انا موافن وعلى فترة خسر جون واحد بس من جوارديولا اللي هو بيكسب بالاربعة وبالخمسة لكن في اخر ربع ساعة كانوا غير موفقين التاقة الفاينال مين اتمنى ليفربول وريال مدريد اعتقد ليفربول سيتي ليفربول سيتي اعتقد ليفربول سيتي مش بايع بس هو فنيا السيتي اقوى بكتير من ريال مدريد اجهز مدربه يعني افضل من الانشفة بس في تفصيلة بقى شخصية ريال مدريد على فكرة مش اسكوت لا خالص شخصية قوية مش شخصية منشستر سيتي منشستر سيتي عنده مشكلة مع دورة ابتال الرب شخصية في دورة ابتال الرب غريب جدا النهاردة بقولك كان هيخسر من قتلتكم شخصية ريال مدريد بلا حفوان كان هيخسر من قتلتكم ومدريد وبسهولة جدا فانا اعتقد الفاينال هيبقى ريال مدريد وبير مونيخ وليفربول ان شاء الله ليفربول يعوض بتاع ليفربول ان شاء الله نوصل الفاينال بعدين نشوف الحاجة دي ان شاء الله ان شرفتوا نورت حبيب يا كريم بشكرك جدا بس امتعت دايما معك حبيب دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10 اشوفكم يا رب على الف خير